فأنت عم تشوف أنه العدالة العاطفية مش عم تحقق مع هالشخص ولكن ممكن يكون هو عم يحاول أنه هالشخص ممكن يكون عم يحاول أنه يكون متوازن ولكن أنت على الصعيد العاطفي عم تحس أنه أنت اللي عم تعطي أكتر من هالشخص أو أنت عندك مشاعر تعطيها أكتر من هالشخص بالنسبة لخطوتك في المستقبل أم شوفك أن تحاول في عندك كتير سبتات وفي عندك جاستس كاي في عندك كتير كروت بترمز إلى أنه أنت عم تبحث عن التوازن أو أنت أو الطرف الآخر محطوط بمطرح أنه في عندك لا لازم تختار بين شيئين وعم شوف أنت وطاقتكم أن يشترك حاليا الأمور بينكم أو متوقفة أو ما في حكي ما في حركة بالعلاقة ما في أو ضعقة عم تتحرك أنت خطوتك في المستقبل عم شوفك بدك بداية جديدة ممكن تكون مع هالشخص ممكن تكون بداية فقط جديدة مع شخص آخر أو حتى سمل أو حتى ما بدك تفوت بعلاقة إلى البعض لكم لأنه أنت عم تبحث عن عم تبحث عن التنبرانس عم تبحث عن الشفاء عم تبحث أنك تدعي حالك وتشافي حالك من الموقف اللي أنت في عم تبحث أيضا عن علاقك وفيها التوازن بالأخذ والعطاء ولكن عم شوفك بالمستقبل طاقتك كتير مختلفة عن بداية القراءة عن طاقتك الحالية حاليا أنت ممكن تكون بوضع شوية محبط عاطفيا ولكن في المستقبل في عندك أو عندك قفاء الأكتر ونظرتك تكون إيجابية أكتر حتى ممكن تنير بمرحلة مثل التنوير في حياتك وبالفترة القادمة رح تنير بمرحلة من التنوير نشوفك أيضا تحاول تأخذ الأمير ببساطة بالمستقبل رح تحاول تكون بيبلوماسي أكتر أو تتفهم في وضع الطرف الآخر أكتر أنا عم شوفك يعني عم تتركها تيجي ويتم ما تيجي بالنسبة لخطوات حبيبك كلب المستقبل حبيبك في عنده شوه الكتير أو شخصا اللي عم تتعلمه في عنده شوه الكتير سولورك أو شغل روحاني على حاله يعني هالشخص متناقض جدا بنفسه بنجوع متناقض عم يمر بكونفلكت أو عم يمر بصراع داخلي ومشان هيك بيعكس على العلاقة بتصرفاتها لأنه هو يعني حاول يجمع أكبر قدر من المعلومات اللي ممكن تساعده في اختيار قرار يكون عادل هالشخص ما بيحب الوضع اللي هو فيه حاليا هو يعني مش مش نيته إنه يكون متقلب المزاج ولكن هو من جوه بيحتاج إلى شوه بيحتاج إلى الجلسة مع البات ممكن من نحكي لحتى يفهم هو وضع شوه هو شو بيريد ولحتى يعرف حل الصراع الداخلي اللي هو عم يمر فيه مشان ما يعكس هالشي على العلاقة ولكن عم شوفكم انتو في المستقبل يعني عم شوف انت الشخص اللي مشاعرك أكبر بالعلاقة من هو هو شخص ممكن يكون بالغالبية بنجوه هوائي لأنه شخص يحب يحلل الأمور بطريقة منطقية ممكن تكون منطقية زيادة عن النزوم أو أكتر مما برج السرطان بيحب ممكن انت بدك منه ردة فعل من المحية العاطفية عم شوف أغلب كروتك عاطفية وأغلب كروت منطق أو عقلية فهل شخص عادة بيقترب للأمور بطريقة تحليلية وكأنه يعني 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 يحل أو عم يحاول يفهم مشكلة أو شي معين بعكسك أنت أنت قراراتك اللي بتاخدها وبتكون مبنية على العواطف على أنت شو بتحس من جوا ممكن يكون الوضع بالنسبة لإلك مش كتير منطقي مثل مثل ما هو هالشخص بيحل الأمور أو بيفكر بها الطريقة هالشخص أيضا طاقتكم المشتركة في رح يكون في هدوء بينكم مش رح يكون في حكي كتير في الطاقة بينكم مستهدنة ولكن أمشوف إنه هو اللي أكتر بيحاول يتقص أخبارك أو يعرف العلومات عنك أكتر منك شوفك أنت مركز على روحانياتك أكتر على حالك أكتر على شغلك أكتر يعني على تطوير ذاتك أكتر مما هالشخص مركز على إنه يفهمك أكتر أو يفهم شو الغلط اللي صار بالعلاقة أو ليش صار هيك بما نسحب كويت فوضيحيا نشوف هالشخص شو هو اللي الاشي اللي هو بصراع بأمره ممكن يكون شخصان ممكن يكون علاقتك إنت معه وطريقة شغله أو إش مثل هك بس بدنا نوضح شو هو الشي اللي هو من جوا داخلين عمي يمر بالصراع من أجنو طيب فهالشخص حاليا بفترة أود ويدخل بفترة هدنة أو عم يبحث على نوع من الخلع أو الغزلة حتى يفهم وضعه أكتر ولكن الشخص الشخص هيدا متناقض بجوا حالا أو الشي اللي هو يعني مندائقه أو مش عارف يوجد له الحل هو أنه أعتقد هالشخص ما بيعرف يتصرف مع مشاعره أو عم يحاول يحل مشاعره أو يوجد تفسير منطقي للمشاعر اللي هو بيحس فيها فالغالبية البرج اللي أنت عم تتعهل معه برج هوائي لأنه يعني المشاعر عادة ما بتتحلل ما بتنفهم هالي بتنحس فقط ولكن هالشخص عم يحاول أنه يفسرها أنه ليش أنا عم حس هيك إيش عم حس أنه الشخص هو شريك حياتي هالشخص هو صور ميت ليش أنا بدي أقدم لهالشخص عرض حب ولكن يعني مسبب له صراع داخلي أكتر مما هو خارجي هالشخص عنده صعوبك جدا بالتعبير عن شو هو بيحس بالزات إذا كانت يعني إشي بتخص المشاعر هو بيحب يظهر بصورة شخص كتير متوازن شخص كتير مش أكسترين أو ما بيميل لأي كف أو لأي جهة ولكن من جوة مشاعره فياضة ولكن صعب عليه إنه يعبرها أو يحكي فيها طيب بنا نشوف بالمستقبل هل رح يصير في بينكم تواصل لأن بين الوضع الغالبية منكم فيه سكون فيه هدوء ما نشوف فيه مشاح حالات أو فيه مشاكل صارت بينكم ولكن فيه انقطاع بالتواصل قد نشوف هل رح يصير في تواصل بينكم آه انتوا لكم بالمستقبل رح توصلوا إلى فيه عندكم شغل رح يصير بالمستقبل شغل بالعلاقة أو بالاستمرارية العلاقة بارتباط بالعلاقة عمشوف أيضا فيه طرف منكم إذا كان فيه بينكم صراع على السلطة بالسابق فيه طرف منكم هو اللي رح ياخد آه زمين الأمور بالعلاقة ما بعرف مين رح يكون الطرف ولكن فيه طرف رح ياخد هو زمين الأمور بالعلاقة وعمشوف فيه جهود رح ينحط كثير عالي برغم إنه هالكارت بيرمز أحيانا عن مجهود ينحط ولكن ما بيعود بالنتيجة اللي أنت بتذكيها ولكن المجهود اللي رح ينحط يعني الوضع هو هو المستقبل بيحكي إنه بيتطلب منكم صبر كثير عالي إذا إنتوا لإتمام أن تطنحوا إلى تحقيق أسر أو إلى تحقيق أساسات صالحة بحق العلاقة أو إشي مستدليم إلى المستقبل سواء كان علاقة جدية سواء كان خطوبة سواء كان زواج ولكن أمشوف إنه بالمستقبل المدرة بينكم متمركزة أكتر على الصورة الأكبر بالعلاقة مش على التفاصيل الصغيرة اللي عم بتصير ولكن هي على الصورة الأكبر بالمستقبل فيه شغل كتير بينكم لازم يصير ونشوف إنه فيه مجهود عالي بده يصير من الطرفين وإنه هالطاقة طاقة مشتركة بينكم من الطرفين في مجهود عالي لازم يصير ولكن مثل أي علاقة يعني إنك تبدأ علاقة شي إنك تخلي العلاقة دون شي آخر فأي علاقة أنت بتتمح إلا إن تخليها إلى المدى الوعيد أو إلى إنك تكون المستقبل مع هالشخص لازم يكون فيها مجهود ما بتكون عادة سمود أو الطريق ما بيكون عادة سهل ولكن كنا الطرفين هون مستعد لإنه يحط مجهود في العلاقة طيب بيتوقع بتوقع هدا كل الشي نقشنا ما في أي شي مش واضح إنه لأنه حكينا هل رح يكون فيه تواصل بينك وبانه الشخص مش واضح هون إنه فيه communication أو تواصل حرفيا بينكم ولكن نشوف إنه سواء حكيته مع بعض أو ما حكيته مع بعض نشوف إنه إنت عم تشتغل على حالك وهو أيضا عم يشتغل على حاله بطريقة مختلفة لأنه إنت عم تحاول تصلح من حالك يعني إشيا وهو عم يحاول يصلح من حاله إشيا إنت عم تحاول تتشاف وتطور حالك وهو عم يحاول إنه يفهم مشاعره أكتر أو يفهم أو يستوعب إنه عادي يبين أو يظهر مشاعره إنه شخص كتون جدا الشخص اللي يعم تتعامل معه فعنشوف إنه سواء حكيته مع بعض أو ما حكيته مع بعض إنه جهود موجودهم وإنه في عندكم مفهوم للصورة الأكبر اللي بدكم تحطوها مع بعض بس هو حتى إذا ما صار في تواصل في عندكم إيتوف وانزل كاتب يحكي على تواصل سريع فهل الشخص ممكن الشيء المتناقض بأنه أيضا هو إنه بده يحكي معك ولكن الأمور مش كتير تسمح إنه يحكي معك هو متناقض وبده يعترف لك حتى بأنه يحبك أو في مشاعر اتجاهك ولكن صعب عليه إنه يعبر فبتوقع هالشخص بيحتاج إلى إنه يوجد نوع من الشجاعة جوته واللي هي مدين إنه رح توجد لأنه طاقة كتير دامنا طاقة كتير مهيمة فعم شوف إنه في عنده زي يعني وقف معينة أو موقف معين رح يأخذ مني الوضع لأنه هو اللي يتقدم ويحكي معك الزات لو إنتي إماءات برج السرطان وهو رجل يعني حبابي برج السرطان أنا بتواني القراءتكم فعبتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شار وسبسكرب وإنشان رح شوفكم في هذا